اشتركوا في القناة ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم والحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وذخرا لنا في دنيانا وفي أخرانا هذا البرنامج برنامج الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية أو اختصارا برنامج حلول قرآنية واضح من العنوان أنه سيتناول الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية وأنا في الحقيقة يعني في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج يمكن لأول مرة في الحلقات التلفزيونية الواحد يحب يحكي قصة برنامج أو كيف جاءت فكرته لأن في الحقيقة يعني الكلام اللي هنقوله في البرنامج بتاع السنادي الحقيقة هو حصاد مكابدات طويلة جدا مكابدات ممكن تكون علمية مكابدات عملية مكابدات منهاجية مكابدات الحقيقة الشخصية مكابدات الواحد في وقت كان هو بطلها ومكابدات في وقت هو شاف غيره بيمر بيها فحبيت أن أنا في البداية أحكي لحضراتكم باختصار قصة البرنامج ده أو قصة الموضوع ده أصلا موضوع الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا في الحقيقة يعني بشكل شخصي كده يمكن أنا شخصيا كانت بتشغلني جدا قضية المشكلات ومحاولة البحث عن حلول المشكلات يعني الموضوع ده الحياة كان بيشغل واحد كده جدا ويمكن المراحل اللي واحد مر بيها في حياته اتعرض تقريبا لمعظم أنواع المشكلات في المرحلة الأولى من الحياة أو لما لوحد واعى كده على الدنيا وبدأ يتعقل أو يميز شوية في الغالب هيقابله نوعين من المشكلات المشكلات الاجتماعية والمشكلات العمرانية المشكلات الاجتماعية أقصد بها المشكلات الأسرية مشكلاته في التعاملات في العلاقات بغيره والمشكلات العمرانية أقصد بها المشكلات الدراسية ومشكلات العملية مشكلات الدراسة والمذاكرة والكلام اللي من هذا القبيل أولا لوحد بيشتغل أو بيساهم في أي عمل فده نوع تاني المشكلات الحياة كان لوحد عنده تصوراته وعنده تصرفاته خلاص فيما يخص هذه المشكلات ومحاولة البحث لها عن حلول وكانت حاجات ممكن نقول على أحسن أحوالها إنها كانت حصاد قراءات أو حصاد مثلا كتابات أو محاضرات لحد يسمعها أو يشوفها يمكن أول احتكاك للواحد مع مسألة المشكلات وحلولها كان مع الآلات والأجهزة مشكلات الآلات والأجهزة وده يمكن كان في المرحلة اللي عملت فيها مع الوالد ربنا يحفظه ويبارك فيه فيه إصلاح الأجهزة الكهربائية وغيرها يعني في نهاية المرحلة الإعدادية أول مرحلة طول المرحلة الإعدادية تقريبا والمرحلة الثانوية وكانت فترة يعني الواحد يعني ساعتها كان سعيد جدا بإنه هو قدر يحل مشكلات الآلات حل مشكلات الآلات يعني بقى مثلا إنت قدامك وليأكل الجهاز الفلاني الجهاز ده أنت بتعرف تشخص مشكلته وتعرف ألاجها وتسهم في حلها أو تحلها بفضل الله سبحانه بحمد بعد شوية يعني قدر الله سبحانه بحمد دخول كليات الطب وبدأ الموضوع دلوقتي ينتقل من مسألة مشكلات الآلات لمشكلات الأبدان مشكلات البشر البدنية أو الطبية تحديدا يعني المشكلات البدنية برضو الحمد لله كان سعيد جدا لأنه هو وفق إنه يكون عنده نوعا ما قدر من التصورات السديدة والتصرفات الرشيدة فيما يخص حل المشكلات البدنية واحد مثلا دلوقتي بيعاني من إنه عنده مشكلة في معدته عنده مشكلة في صداع عنده مشكلة في عينه في أذنه فده كان دي كانت محطة تانية مع حلول المشكلات بس هنا مشكلات الأبدان الحياة الواحد يعني كان طموحها أبعد من كده شوية فبدأ نعمل انشغال بمشكلات الوجدان ودي كانت معظمها من خلال قراءات ودراسات يمكن كان لها علاقة شوية بنوعية الدراسة أو التخصص الواحد كان شغال فيه الأقصد بالوجدان المشكلات النفسية تحديدا المشكلات الإنسانية النفسية المشكلات دي أصلا حلولها إيه برضو يعني يسر الله سبحانه بحمده مجموعة من المعلومات اللي ادت الواحد مثلا قادر من التصورات السديدة وبرضو مجموعة من الممارسات اللي كانت خلت برضو التصرفات اللي كبير تكون رشيدة بفضل يا سبحانه بحمده كان الواحد الحياة عنده طمع أبعد من كده شوية هو المشكلات اللي تخص الإيمان المشكلات اللي تخص مسألة الإيمان يعني هو لما نيجي نبص للإنسان فيه أربع محاور مهمين جدا في شخصيته أنا يعني كثيرا ما أكرر هذه المحاور الأربعة فيما يخص الإنسان أو الحضار الإنساني محور دا من المعليون محور الأبدان ومحور الوجدان ومحور الإيمان ومحور العمران خلاص أقصد بالعمران الدراسة والعمل وغيرها من الأمور فيعني إحنا كده عشان ما حدش بس يتوه مني إحنا كنا مع المشكلات الآلات وبعد كده شوية حلول مشكلات الأبدان وبعد كده حلول مشكلات الوجدان وبعد كده حلول مشكلات الإيمان يعني ده كان إبان يتيسير الملك سبحانه أبي حمدي إن الواحد ربنا يكرمه ويناعم عليه بمعرفة الدين ومحاولة سلوك سبيل الاستقامة يعني فساعتها بدأت تظهر مشكلات تانية مشكلات برضو وليه الواحد مثلا مشكلات تخص الإخلاص مشكلات تتخص مثلا العمل للآخرة مشكلات تتخص يعني أمور كتير الصلاة الصوم التعلم العلم وغيرها من الأمور لها مشكلات إيمانية أو مشكلات تختص بالإيمان يعني كان في محاولات لحل هذه المشكلات أو لإيجاد حلول لهذه المشكلات والحمد لله برضو من الله بمعلومات يعني أسهمت في إن الواحد يكون عنده بعض التصورات السديدة وبرضو ممارسات أسهمت في إن يكون في بعض التصرفات الرشيدة لكن في الحقيقة بعد وقت كده الواحد لما حط كل الكلام ده قداما يعني وعادي بص على منين كان يعني كان إيه مصدره في إيجاد الحلول للمشكلات دي وبرضو إلى أي مدى المشكلات دي كانت مؤثرة وكتير منها عامل كده زي الحياة يعني تطل برأسها كل فترة يعني وهل إيه ترى الحلول دي فعلا هل دي حلول سديدة حلول رشيدة حلول أكيدة حلول نهائية المهم يعني كانت في شوية حاجات كده حتى جاءت مرحلة فارقة وهي المرحلة التي امتنى الله سبحانه وبحمد فيها بيعني ما يسميه أستاذنا دكتور رشادي البشيخي التوبة المنهاجية فكرة حاجة أشبه كده بالإيه من الإنسان يعني يثوب إلى رشدة ويقوب للطريق أو للصرات في ما يسميه بالتوبة المنهاجية أقصد إيه بالتوبة المنهاجية أقصد بيها فكرة مكافحة تنحية الوحي فكرة إحياء مفهوم مركزية الوحي في الحياة مرة أخرى أيوة يعني كانت المرحلة دي الواحد الحملة يعني مثلا حفظوا فيها القرآن الكريم الحمد للأربع عامين وكان برضو الواحد يعني عنده قدر من العلم على الزعم يعني لا بأس به والواحد كان قطع أشواط في تعلم العلم وقطع أشواط في معظم العلوم يعني الواحد قطع أشواط في تعلم العلوم الإيمانية والعلوم الطبية العلوم العمرانية يعني والعلوم برضو من القراءة ويعني من المتابعات في أمور أخرى فكان في قدر لا بأس به لكن لما من الله سبحانه بحمده بهذه التوبة المنهاجية وصح التعبير وحياء من مفهوم مركزية الوحي على المستوى المصدرية والمشروعية والمنهجية كما نقول دائما ان يعني اعادة الامور لنصبها مرة اخرى ان الوحي يبقى المصدر المصدر يلقيه لكل حاجة لحلول كل حاجة لحلول كل المشكلات وان الحلول اللي بقدمها الوحي ما تبقاش للإعلام تبقى للإلزان يعني ما تبقاش مجرد اطروحات انت برحتك ممكن تخد بيها ما تخدش بيها والنقطة الثالثة كانت قضية ان يعني الحلول اللي بقدمها الوحي احنا يبقى عندنا منهجية سديدة في استخراجها واستعمالها في استخراجها واستعمالها المهم يعني كانت محاولات كتير الحقيقة المحاولات دي كانت تزامنت مع فكرة الحياء بالوحي فكرة مشروع القرآن المعامل ومهر المعامل وغيرها لكن يمكن ساعتها كان الاهتمام الاكبر بمسألة ان الواحد يفتح بينه بين كتاب الله يفتح بينه بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يهدى للمنهاج السديد والطريق الرشيد في التعامل مع الكتاب والسنة المنهاج يعني اختصروا الصحابة بقولهم منهاج العلم والعمل او منهاج العلم والعمل ازاي ده فعلا الواحد يعني يقدر يعيش عليه صلاحا واصلاحا تأصيلا وتفعيلا يعني كان ده اللي شغلنا ساعتها في وسط الكلام ده بقى بدأت يعني تلوح في الافق مرة اخرى مسألة بقى المشكلات الانسانية وبدأ الواحد يعيد النظر في معظم المشكلات اللي هو كان متصور ان عنده لها حلول او بعضها اللي هو اصلا تقريبا يعني متوهم ان هو حلها هو في الحياة ما حلهاش حاجة يعني لان المشكلات دي ما انتهتش بشكل جذري هي كانت حلول جزئية مش حلول جذرية اه وكانت حلول تسكنية مش حلول علاجية اه برضو المشكلات منها ما يطل ما يطل برأسه من جديد وبرضو في حاجات كده تقريبا شبه يعني حالات مستعصية انت وارف قدامها مش عارف تعمل ايه ولا تستاع ان تحرك ساكنا يعني فالمهم يعني اه لما من الله سبحانه بحمده يعني بمشروع القرآن للمعامل او معهد للمعامل او مسألة الاحياء بالوحي ومحاولة الانسان يحيى بالوحي يعني تقصيلا وتفعيلا صلاحا واصلاحا مهم فساعتها الحياة كانت دي مرحلة مهما للانسان يحتاج يعيد النظر مرة اخرى في كل مشكلات بقى الانسانية مشكلات الانسانية ويحاول فعلا نشوف الحلول القرآنية شوف الحلول القرآنية اللي تخصها وساعتها كان بدأ مشروع كده هو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لانا القرآن مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لانا القرآن يعني هو مشروع فكرته انه كأنه ببساطة شديدة احنا محتاجين نعيد اكتشاف القرآن مرة اخرى يعني هو القرآن ده ما نقول هو في حياتنا الحاضر الغائب القريب البعيد هو حاضر بألفاظ مبنيه غائب بهداياته ومعنيه هو قريب جدا بألفاظ مبنيه لكن الاسف شديد بعيد بهداياته ومعنيه ففكرة اكتشاف القرآن يعني إحنا إزاي فعلا نشوف هذه الكنوز التي في هذا الكتاب العزيز لدرجة حتى يعني إحنا ممكن عندنا كتاب كبير اسم رحلة اكتشاف ما يقضينا القرآن هو أربع مراحل أو خمس مراحل نزلنا من المرحلة الأولى واختصرنا في الكتاب اسمه اكتشاف الكنز المهجور المهدور هو فعلا كنز مهجور مهدور فهذا المشروع في الحقيقة يعني خلانا إحنا نروح من وراه لبرنامج مهم جدا كان اسمه رسائل الفجر البرنامج ده كان حتى شعاره كل مشكلة ناحياها سببها آية أو صورة أهملناها أو منهجية ما رعيناه كان حتى اسمه رسالة الفجر علشان فكرة نأكد عن القرآن يخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور فكرة فعلا من المشكلات اللي موجودة النهاردة لو إن إحنا كان فعلا الوحي حاضر في حياتنا القرآن تحديدا حاضر في حياتنا الحضور الذي ينبغي ممكن ما كانتش تبقى موجودة أصلا المشكلات دي والمشكلات دي لو الوحي حاضر في حياتنا كما نبغي أن يحضر على المنهاج القوي والصيرات المستقيم أكيد المشكلات دي مش تبقى موجودة وهتبقى فعلا يعني كأل لم تكن فلذلك يعني دي كانت فكرة مسألة الحلول القرآنية لمشكلات الإنسانية وكانت سلسلة حلقة رسائل الفجر يعني زادت على 100 حلقة وتقريبا في خمس مواسم فاحنا حابين الحياة في البرنامج ده أو نعمل برنامج مختصر كده موجز مركز جدا نحاول فيه أن احنا يعني نتكلم عن الموضوع ده ونركز على شوية حاجات إيه بقى الحلول القرآنية إيه فكرتها إيه ما نهاجيتها إيه اللي هنتكلم فيه بالضبط في البرنامج ده ده إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله في الخريطة العام للبرنامج قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة